نهاردة كان فيه علامة هامة جدا هو اللقاء الاول بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبين بايدن من اول ما بايدن جيه ما كانش قعد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كانش هناك لقاء مباشر كان فيه اتصالات هاتفية ولكن لقاءا مباشرا دي كانت اول مرة طبعا غني عن البيان انه بايدن في حملته الانتخابية واول ما وصل كانت مواقفه ليست يعني ده التعبير اللي هستخدمه ليست ايجابية مع الادارة المصرية ولكن بعد شوية ومعرفة وادراك المكانة والتأثير والقوة ابتدت العلاقات بافضل لغاية ما وصلنا للموقف اللي احنا شايفينه النهاردة انا برضو مش هقول لحضراتكو حاجات عرفتها من جوة الاجتماع لا فيه البيان الذي صدر من الجهتين المصرية والامريكية بعد اللقاء بين بايدن وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي في البيان تدرك ان امريكا تفهم ان مع مصر مفاتيح كثيرة لابواب في المنطقة ان انت مش قاعد بتتعامل يعني مع دولة دورها محدود او دورها لا علاقة بمشاكلة لا خالص انت قاعد مع دولة تملك مفاتيح لاشياء كثيرة وانت تحتاجها هي لها دور محوري طبعا احنا علشان عايشين في الحياة اليومية واسعار البنزين وطريق الساحل ومش عارف ايه احنا لا ننظر الى الامر بهذا الشكل ولكن اليوم من خلال البيان تستطيع ان تدرك هذا الامر انت داخل هذا الاجتماع وانت عامل مجهود كبير جدا في تواجدك الاقليمي يعني انت مش جاي الاجتماع ده ولسه بيقول لك واخبار الاقليم ايه لا يعني مثلا ده برضو في البيان عندما يتحدث عن ليبيا هو يتحدث عن الدولة التي تحتضن الفرقاء الليبيين واللي الدستور الليبي بيكتب على ارضها وان لك علاقة جيدة جدا بعد فترة قدرت تستثمر في علاقات جيدة جدا مع كل الاطراف على الارض الليبية وعندك اجندة واضحة في هذا الامر ان انت تريد ان تساعد بحلول سياسية جوه ليبيا لان ليبيا هي عمقك الاستراتيجي وحدودك معها الـ 1200 كيلو فهو فاهم بايدن فاهم او هم فاهموه لانه طبعا الرجل يعني مش دايما يعني فوكس اوي فاهموه انه في موضوع ليبيا عبدالفتاح السيسي مؤثر وفاهم وله دور ايضا عندما يريد ان يتحدث عن السلام عند الجبهة الشرقية عند العلاقات مع اسرائيل والفلسطينيين يعلم جيدا ان مصر تملك علاقات قوية جدا مع الجوانب الفلسطينية مش الجانب الفلسطيني الجوانب الفلسطينية كلها وعلاقة جيدة مع الجانب الاسرائيلي وهي سمام امان لاي مشاكل تشتعل في هذه المنطقة عندما تشتعل وده حق عندما يحدث اي شيء في غزة او في اي مكان بين الاسرائيل والفلسطينيين مصر مصر العلاقة بين الفصائل الفلسطينية مصر فانت مش رايح يعني بتوطد علاقاتك الامريكية لا انت عندك تواجد واضح جدا اشتركوا في القناة